هيا يا رجل كيفكم؟ يومي ونشاطركم في فيديو جديد من قناتي اسراء غامر اليوم نحنا بلاعبة بيك اكس دي اليوم سنرى هذا الشيء الغريب الذي يحدث هنا لكن قبل ان نبدأ هذا الفيديو لا تنسيكم اشتركوا بالقناة اضعوا الفيديو اضعوا اشتركوا في قناتي الثانية اضعوا رابط بصندوق الوصف اضعوا على سيرفر ديسكورد ارى ان نبدأ فهذاك المكان الغريب يجماع لديه علاقة باشي غريب جديد فنحن نستكشفه كمان نحن نحكي عن اشياء ثاني اللي صارف بيك اكس دي والتحديد القادم كثير اشياء اوكي؟ فلازم ضروري تتبعوا معي الفيديو الاخر لانه فيه اخبار واسرار واشياء كثير كثير حماسية وكثير مهمة لذا لازم ضروري تكونوا تعرفوا هذه اشياء حي المهم هلا خلينا نبدأ كثير بحب انط بهاي الاماكن بعمل زي هيك اوه ما قادرت اوصل هون بدين اوه نو 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 هذا الاشي اللي بعمل بوقات فرياغي يعني انه ناس بتقولي اسراء لما بيجيك من الفيكيكستي شو بتعملي هذا اش بعمل بضل كذا اقفز بعمل كذا تحدي مع نفسي انه ما اسقط من هذا المكان اوه ما سقط بس كنت رح سقط اوه واو دا بس بارفكت المهم بقدر اعمل هيك لساعات حرفين بقدر اعمل هيك لساعات هل انتو كمان بتعمل زي هيك ولا لا بليز كتبوا لي بتعليقات هل انتو كمان ولا بس انا احس الحركة هي بس انا اللي بعملها يعني كثير ممتعي مدري ساتسفين كثير يعني مريحة بحب يب بقدر اعمل هيك لساعات حرفيا اوكي اوه مهم اوه هلأ خلنا نشوف هذا اشي جديد ننزل طبعا اجمعوا عفكم في فون فاكت كنت رح صوركم فيديو موضوع تاني مرحلكون يا كنت رح صوركم فيديو تاني دخلت على اللعبة و كنت رح صور لكم كثير فيديو بس بعدين بس بعدين يا جماعة لقيت هذا المكان غريب الجديد انتملكون بالطبع من المهم اللي كان علينا letting him join غريب hungry و هم عدم هؤلاء شخصية كثير هوا مغريبة بس يعني ما بتشبه شخصيات تبع PXT اول شيء كثير كبير علينا للكون شخصيات تبع PXT أصيري لكو متن إيديه اكبر من إيدك largo مثلا لكو شايفين يعني والشكل تبعه غريب يعني كأنو يعني ما بيشبهنا اوكي يعني ليكم الشكل تباعه مختلف عنا والوجه تباعه كمامش موجود الملابس تباعه كمامش موجودة عنا في PKXD بس ليكم الملابس اللي يلاعبسها جاي من لعبة XDRP لو بتعفوا لعبة XDRP لو بتعفوها اقصد فهي لعبة من شركة Afterverse Play Kids Afterverse اوكي مشركة Afterverse وشركة Afterverse هي نفس شركة PKXD يعني الادمن اللي صنع هاي لعبة PKXD هو نفسه اللي صنع لعبة XDRP صراحة اسمها بتشعبه PKXD بدلاً XDRP XDXD مو XD XD Anyways فيعني الادمن هو نفسه اللي صنع XDRP و PKXD وهذه اللعبة تباع XDRP فيها هذيك الملابس اللي هلا شفناهم هذيك الملابس اللي شفناها موجودة بXDRP تقدروا تحصل عليها بالمجان مدفئة فما ربع في صراحة ليش موجودة هون ليش هذي الشخص هون اللعبس هون فخلينا نروح نستكشف guys ونشوف اوكي خلينا نرجع عنده فليكوا لابس هالملابس تباع XDRP المجاني كمان عنده وجه زي تباع شخصيات XDRP الشخصي يعني بتشبه شخصيات XDRP خلينا هلنضغط هون نشوف ايش موجود عفكة ليكوا هون ايش موجود وان وجودة كأنه ببواب سحرية وكأنه مرآت وهذه المرآت فيها العالم اذ باع XDRP هذا العالم comuns فليكوا عم ندور الشاشي حدا هك عالم XDRP خلينا شوف من هنا من ورا اوكي من ورا ما فلعا في خل شوف هاد شو بيقول بنتضغط هنا اووا Collex وضافوا هون انو منقدر هون نحمي اللعب يعني مباشرة كعاتبين XDRP role play stories like never before يعني كنا بس بيعملوا اعلان للعبة هون قاتب ان XTRP هي لعبة تبع لعبة الدور عمر كن ما شفتوها من قبل بمدينة فيها امكانيات غير محدودة بس هيك فعني كمان جماعة تبقى انه ممكن هذي الملابس اللي لابسها هذا العملاق ممكن هذي الملابس اللي لابسها تنزل في PKXD ويصير فينا نلبسها كمان هون يعني مو بس بXDRP يعني يصير فينا نلبسها هون كمان احسن لنرح نشوف هل يعني نزلت ولا لا يعني مهما انه موجودة شخصية زي كده داخل PKXD فاكيد رح تنزل هذي الملابس guys وتذكروا وتوقع رح يطلع صح حتى لو تمر سنة رح يعملوها رح يعملوها يعني حتى لو يمر مدري كم وقت الملابس اللي لابسها هذا موجودة هلأ بXDRP بس متأكدة انه ستنزل ب PKXD كمان ستراحة كان عندي توقع ثاني انه ممكن يعني حيحكو عن كرسمس وشو زي هيك بس لا ما حكو عنه بس يلا عادي هلا يجمع فكري كثير ناس بتسألني عن موعد تبع تحديد كرسمس اللي هو التحديد القادم فما رح ينزل يجمع هذا الاسبوع ينزل الاسبوع الجار لانه يجمع بالايميل اللي بعته اليوم الاثنين ما كان فيه يعني تسريبات كثيرة عن التحديد يعني بعته بس تسريبات عن كان بس تلميحات عن التحديد تبع كرسمس مو انه تحديد رح ينزل يعني ما ورجونا ايش الاشياء رح تنزل بكريسمس لانه لما بيقرب ينزل التحديد ما مثل الهالوين يعني بيعملوا عليه ايميلين تقريبا تنين تبع الايميلات الايميل الاول بس كأنه بيحكو عنه بطريقة كثير كأنه بس تلميحية يعني بس بينامحو لنا انه اوه هذا رح ينزل هذا رح ينزل بعدين اسبوع اللي بعده بنزلوا ايميل انه هذه الاشياء رح تكون بالايميل يعني كده رسميا فبعد ما بيعملوا هداك الايميل بينزل التحديد بهذاك الاسبوع نفسه فبالنسبة للناس اللي بتسألني يعني عن الموعد اما بالنسبة لهذا اللي ضعفوه يا جمعة متأكدة انه هذيك الملابس اللابسها رح تنزل باللعب اللي انه مستحيل يعني بس تنزل كده بدون فائدة فأكيد هذيك الملابس اللابسها هداك رح تنزل ممكن كمان هذيك الطول تبعه يضيفوه يعني نفس هذيك الشخصية تنزل يعني يصير فينا نصبح بهذيك الطولة صراحة رح يكون امر حلو عشان لما نمثل كده انه قصص مثلا نعمل ام وبنتها مثلا يعني ما يكونوا نفس الطول يعني لام والبنت نفس الطول يعني مثلا بنت عمرها خمس سنة وقت ليش نفس طول شخص عمره تلاتين سنة مثلا يعني لازم يكون شوي اختلاف بالطول هاد الاشي رح يساعدنا عشان نصنع قصص خصوصا انا كيوتيوبر يعني بعمل قصص صراحة مصر تعمل قصص كثير و رح اقلوا ليش لانه اجمالين بعمل قصص ما بتتفعلوا عليهم يعني بتكون قصص تفعلوا لما انزل قصص تفعلوا عملوا لايك يعني ورجوا حب كثير للقصصة يعني قولوا لي انه واو حبي قصصة يعني عاملين اكتر يعني شجعوني مش هعمل قصص اكتر كمم اتخفتوا امام قصص امام قصص بس هيك هاخلص هذا فيديو بتماني يكون عجبكوا و لا تنسوا يشتركوا بالقناة كمان احطوا للك الفيديو بسم حبكم كثير كثير و نسألبوا فيديو جديد ان شاء الله باي